لعبت قبائل سيناء دوراً وطنياً مهماً في النجاحات التي حققتها الدولة في حربها ضد الإرهاب حيث اصطفت لجانب قوات الجيش والشرطة في تصدي للعناصر الإرهابية سواء عبر المواجهة العسكرية أو المشاركة في عملية التنمية في سيناء أدوار تكاملية لعبتها قبائل سيناء في إحداث تغيير على أرض الفيروز سواء على صعيد جهود مكافحة الإرهاب والتصدي له بعد صورة السلاسي من يونيو أو جهود التنمية الشاملة والتعمير والبناء في سيناء كثيراً ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء ليرد الأهالي بدورهم بالبرهان على أنهم أبناء وطن يحفظونه من الإرهاب فبرز دورهم أثناء الحرب على الإرهاب كان لأهالي سيناء نصيب الأسد من هجمات الجماعات الإرهابية التي تنوعت ما بين عمليات خطف وقتل لأبنائها وهجمات الكر والفر وغيرها وهو ما دفع القبائل السينوية إلى الدخول على خط المواجهة جنباً إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب ضد العناصر الإرهابية فأعلنت عزمها على مشاركة القوات المسلحة في معركتها ضد قوى الظلام استفاف قبائل سيناء إلى جانب الدولة في الجهود الأمنية التي قادتها لمحاربة الإرهاب في سيناء وضعها على الخطوط الأمامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية مما جعل أبنائهم ومشايخهم وزويهم عرضة للاستهداف المباشر من عناصر قوى الشر فقدموا أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها الدور المحوري لمواطن سيناء في المقاربة الأمنية لمكافحة الإرهاب يأتي من وعي حكومي وشعبي مشترك بأهمية إشراك المواطنين في جهود وعوائد التنمية بما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي وفي هذا الصياق أسهمت شركات سينوية رئيسية في المشروعات التنموية المنفذة داخل النطاق الجغرافي لسيناء اشتركوا في القناة